مذكرات زوج يعني مسئولية كبيرة جداً على المخرج الكبير تامر نادي إنه هو ياخد طريق لطفي إلى عالم الكوميديا بعد الأدوار المركبة شلت ده على عاطقك إزاي؟ أول حاجة المسئولية كانت كبيرة من أول إن مذكرات زوج هي رواية مهمة جداً للأستاذ الكبير أستاذ أحمد بهجت فدي كانت من أول الحاجات التقيلة اللي أنا حسب بالمسئولية ناحيتها تاني حاجة المسئولية بتاعت إن الأستاذ طريق لطفي هو حد مهم جداً وخارج من جزيرة غمام ببروجيكت كبير جداً وناجح جداً وفي نفس الوقت هو كل الأدوار اللي بيعملها هي أدوار مركبة وأدوار تميل أكتر لمنطقة الشر وهو هنا في المسلسل شخصية تانية خالص فكانت أهم حتى بالنسبة لي إزاي الشخص ده أستاذ طارق أطلع بيه لمنطقة الكوميديا ومنطقة اللايت اللي تخليه يبقى شبه البروجيكت بشكل ما حدش يحس فيه إن ده طريق لطفي القديم لا بالعكس يبقى حد جديد خالص فطبعاً أول حاجة عملتها إن أنا أعدت معاه وأعدت أتكلم معاه كأننا أصحاب يعني فقدر أفهم منه هو طريقته إزاي في الكلام هزاره عامل إزاي بعيداً عن طارق النقط في اللي إحنا بنشوفه أصلاً في التلفزيون لقيت إن طارق أصلاً على المستوى الشخصي شخص لطيف جداً شخص فاكش جداً شخص ما يعني اللي بنشوفه في التلفزيون حاجة وهو عنده مناطق ما تشافتش فبتالياً نتكلم مع بعض في إزاي الشخصية دي هو شايفها وإزاي أنا شايفها لحد ما لقينا إن فيه كومن جراوند كده بيننا وبين بعض هو سلس جداً وفي نفس الوقت عنده مساحة كبيرة جداً في فكرة إن إحنا ممكن عادي نعمل مع بعض اقتراحات يعني مش شخص اللي هو لأ أنا عندي حاجات في دماغي عايز أعملها بالعكس هو سلس آه وبياخد كل المواقف بسهولة وعمل زي السفهينجا كده بيمتص كل اللي حواليه وبيبدأ يطلحها بشخصيته آه